طب حكاية صغيرة طيب دقيقة حفيد حسن البنة طارق رمضان اكتشفوا ان قطر كانت بتبعث له كل شهر 35 ألف دولار انا قاسف 35 ألف يورو كان بيصرفهم على ايه انتو عارفين طبعا هو ممسوك فقضايا تحرش واغتصاب وحاجات كده فكانت قطر بتبعث له كل شهر 35 ألف يورو ده الكلام ده من السلطات الفرنسية لما ابتدت تراجع حساباته طبعا عشان تشوف الضرايب ومش عارف ايه وحاجات كده فطلع الراجل هو بيجوله 35 ألف يورو ديو كاتار اهو الخبر بالفرنساوي بيجيله خمسة انا دايما كنت اسمع زمان وإحنا صغيرين كان يقولك ايه ان المعارض بيدفع التمن يعني بيدفع التمن يعني بيتبهدل بيتسجن ده المعارض انما اول مرة اعرف ان المعارض بيقبض التمن يعني دايما افهم ان المعارضة بتدفع التمن انما انها تقبض التمن دي مرحبا بالمعارضة شغلونا معارضة يا جماعة وبسطونا بيروهات وفلوس وفرنسا ومراكز ومواقف وكل حاجة أنا نفسي أسأل سؤال مش عارف له إجابة هو ليه قطر بتحب الإخوان المسلمين يعني إيه اللي ركب يعني ليه الحكم في قطر يعشق الإخوان المسلمين ويعشق الرموز الإخوانية ليه بيحبوه يعني إيه اللي عملوا الإخوان المسلمين في طريق قطر فخلوه بيعشقهم في الظلمة عشق غير مفهوم نفسي أفهم سر حب القطريين للإخوان المسلمين